نحن نتكلم عن إجراءات السلامة في التعامل مع الحيوانات الموجودة في البيت أصحاب القلوب الرحيمة كثير جداً والموضوع ملوش أي علاقة بأي مستوى بدي أو اجتماعي الناس على بساطتها في قلبها الرحمة تبقى مهتمة جداً أنها تشيل بواقي الأكل يبقى معها مية توزحها على الحيوانات الموجودة في الشارع إيه اللي الواحد يقدر يعمله بحيث أنه يحافظ على نفسه وعلى جسده سليم وفي نفس الوقت يحافظ على فعل خير أنه مستمر في إطعام حيوانات الشارع الحيوانات الشارع مبدئياً ما يهاجمش الإنسان أنا النهاردة لو عندي بواقي أكل في البيت عايز أحطها للكلاب أو قطة الشارع هو عايز مكان يكون في ضلة وأكله مية مش عايز أكتر من كده في الحالة دي لو أنا وفرت له الكلام ده هو ولا هيهاجم الإنسان ولا هيعمله أي مشكلة لكن برضو إحنا بنقول لناس وإنت بتوفر الكلام ده بلاش التعامل المباشر يعني ما تطبطبش عليه أنت مش عارفه لأن في بعض القطط اللي موجودة في الشارع ما بتحبش أن حد يلمسها بشكل معين من الخوف من التعرض للخوف بقوا ديفنسيف يعني فرد الفعل بتاعها هيبقى هو حاس أنت مش عارف يعني هو حاس أنت هتهاجمه ولا هتحطوله أكل يعني بلاش ملامسة يعني أنا حطوله أكل ومية مع التعود لو أنا عارف المكان اللي بحط فيه بالسمرار القطط والكلاب اللي موجودة فيه هتعرف أن أنا بالسمرار بحط لهم أكله وفي الحالة دي قدر أتعامل معهم بصورة طبيعية لكن في الأول موضوع صعب جدا أن أنا ألمس حيوان في الشارع لأنه هيبقى خايف فممكن يبقى رد فعله مش كويس في حالة أنه يهاجم أو يعض أو يخربش في الحالة دي قلنا لازم نلجأ للبطط هل تبقى بعدها إزاي؟ أنضف إيدي إزاي مثلا بعد الملامسة لو أنا متعودة على مكان معين بحط فيه وبحتك بالقطط؟ أساس التعامل مع قطط وكلاب الشارع أو حتى قطط وكلاب البيت الأساس في النظفة لأن في بعض الأمراض ممكن تتنقل من الحيوان الأليف اللي موجود في البيت من خلال التلامس فبالتالي احنا دايما بنعلم الأطفال عندنا في البيوت نقوله أن إنت لما تتعامل حتى مع الحيوان الموجود في البيت لازم بعدها تغسل إيدك كويس جدا ما ينفعش أن إنت تأكل وإنت كنت تلعب مع الحيوان الأليف لأن في الحالة دي ممكن يكون فيه أمراض موجودة على الفرو بتاعه ومع الأكل تتنقل للبنات فدي برضو من الحاجات المهمة اللازم بنوصي بها أطفالنا اتباع إجراءات النظافة باستمرار داخل البيت دي نقطة مهمة جدا الأطفال بقى يتعاملوا إزاي؟ هل ببقى فيه خطورة في بعض الأحيان في تعامل الأطفال مع الحيوانات داخل البيوت عن الكبار؟ الأطفال لهم معاملة خاصة أنا لازم أفهموا أن الحيوان ما ينفعش أن أنا عاملوا بعنف في بعض الكلاب والقطة اللي موجودة في البيت ببقى رد الفعل بتاعها عنيف يعني مثلا أنا مربي كلب زي الشواوة حجمه صغير فبالتالي الطفل بيحس أن هو كلبه صغير والتعامل معه أه بتعامل معه فرندي اللي بحب، الكلب ده رد فعله عنيف شوي يعني هو ممكن يجي طب طب عليه يلاقي الكلب بيخربش أو بيهاجم أو بيعضه فبالتالي لازم أقول له والله أنا قبل ما أشتري حيوان أليف لازم أبعارف طبيعته طبيعة السلوك بتاعه، وبرضه بعلم الطفل بتاع الكلام ده بقول له إن خلي بالك إن التعامل مع الكلب في الأول لازم بأبهدوء التعامل مع القطط ما نفعش شد دلها، ما نفعش يتخبطها على دماغها، لأنها تلاقي رد الفعل بتاعها إنها تخربش أو تعض وده رد فعل طبيعي، فلما أنا بعلم الأطفال الكلام ده هو بتعود تاني حاجة، تربية الحيوان الأليف بتعلم الطفل إن هو يعتمد على نفسه، بتعلم الطفل إن هو يبقى حريص على النظافة بتاعت إيديه، حريص على النظافة بتاعت حيوان الأليف اللي هو بتعامل معه باستمرار فده نوع من أنواع التربية، إن أنا بعلم الطفل الكلام ده لما بيجي بعد كده ينزل يتعامل مع أكلاب وقطة الشارع، ما بيهاجمهاش، ما بيضربهاش، فبالتالي برضو على النقيد الحيوان مش بيهاجم اشتركوا في القناة